مرحبا بكم ارجعنا لكم وصفة جديدة و اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم ويلا على الوصف مكسرات اي نوع تفضلوها انتو 300 جرام انا حمصتها على المكروف تاخد تقريبا من 5 دقائق الى 7-8 دقائق لازم تركبوها او على الفرن او على الطاصة المهم هو تحرقوه زبدة 150 كون سايحة زبدة 150 جرام نطحن مكونات مع بعض ممكن نعمل بالفول السوداني ممكن اي نوع مكسرات ويقول الفول السوداني مش مكسرات بقوليات ولكن اي نوع مكسرات الفول السوداني اللي انتو شوفوا مناسب للكم هيك بعد ما نطحنناه جهازناها بنعمل الشوكولاتة نوضع زبدة 100 جرام نصف كوب كاكاو خام مع لقتين طعام 20 جرام والفانيلا بدون سكر قليل يعني حسب تركيزها نخفق المكونات كلهم مع بعض والبدي يضيف سكر ستيفيا هو اختياري هو بديل السكر السكر ستيفيا هو بديل السكر او اي نوع متوفر الكمية والنوع انتو بتختروه حسب المتوفر عنكم بالسوق هي موجودة بالصيدليات موجودة عند العطارين تبعون ابهارات اللي بيبيعوا ابهارات توابن ممكن تلقوا او غالبا في الصيدليات هيك بنسكبها الوعاء الزجاج ممكن حط ورقة زبدة بيكون اسهل واذا غير موجودة ما في مشكلة وضعها في المجمد تقريبا اشي ساعة لتمسك حالها هيك بعد الساعة بعد ما وضعناها بالفريز المجمد هيك بعد الساعة بنقطعها الى مكعبات صغيرة مثل ما انتم شايفين هيك نعمل الكوكيز نضع شوكولاتة من القطع اللي عملناها هيك اصبحت جاهزة لازم نضعها بالتلاجة قبل التقديم لترجع تمسك حالها الزبدة تخزين لازم بالتلاجة تخزين لما بدنا نستخدمها هم ناخد قطع او قطعتين من التلاجة هيك بعد خمس دقائق من التلاجة هي لازم تقعد اكتر من خمس دقائق لازم تقعد اقل شي ساعة في التلاجة لكن هاي حبيت افرجيكم كيف شكلها هي كتير روعة ولازيزة والتخزين لازم يكون في التلاجة في الصحة وعافية في امان الله تزرونا بوصفة جديدة شكرا كتير للكم اتمنى الاشتراك بالقناة اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة